اعلنت السلطات اليونانية الحدادة بعد ان لقي خمسة عشر شخصا حتفهم جراء فيضانات ضربت ثلاث بلدات قرب أثناء الفيضانات التي وصفت بالأسوأ منذ عشرين عاما ضربت كل من ماندرا ونيابيراموس وميجارا وهي بلدات شبه رفية تقع غربي العاصمة نائب رئيس بلدية نيابيراموس قال إن المياه انهالت من الجبل بملايين الأطنان مضيفا أن الطرقات كلها دمرت والمياه غمرت ثلثة منازل البلدة أقدم عزائي إلى ذوي الضحايا وأتعهد بالوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل إعلان حالة الحداد الوطني على إثر هذه المأساة الكبيرة هو أقل ما يمكننا القيام به موسيقى